في فقرات القانون لنهار اليوم خيرنا لكم موضوع مهم جداً كنا علمنا عليه في بداية الحلقة ولازم نذكروا بيها لان رح نحكو اليوم على تبعات إعادة استغلال لرخصة مجاهد في اقتناء السيارات مشاهدين الأكارم مدى بنا تصلوا بنا في هذه الفقرات التفاعلية باش نجاوبوا على أسئلة أجيالكم فيما يخص هذا الموضوع رجاء وما نخرجوش على هذا الموضوع باش ناقشون عالجو هذا الموضوع أكيد نازم يكونوا حاضرين معنا ناس أهل الإختصاص وناس عندهم خبرة فيما يخص هذا الموضوع رحبوا معايا بالسيد سمير بوزكزي محامي جزائري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكراً على استلافها شكراً لك يا سيد بوزكزي على قبول دعوة البرنامج وشكراً أيضاً على اختيار هذا الموضوع المهم جداً واللي فيه غموض ولبس عند الجزائري أكيد الجزائريين يطيحوا في مشاكل يقعوا في عديد المشاكل ما على بلهمش كيفاش يخرجوا منها وما على بلهمش حتى كيفاش طاحوا فيها اليوم رح نحاولوا نبسطوا الموضوع للمشاهدة الوفي للبرنامج والناس اللي عندها مشاكل والناس اللي عندها هذا الرخصة أو رخصة استغلال أو استيراد أو اشراء السيارة سيارات بخليني يقول وثيقة مجاهد بداية الأستاذ قبل ما نبدأ يلا نعود نذكر برقم الهاتف 0-23-71-71-71-0-23-71-71-71 هو رقم برنامجنا التواصل معنا بداية أستاذي امتيازات عديدة تقدمهم الدولة للمجاهدين الجزائريين تعبيراً منها على تقديراً على كل المجهودات المبدولة إبان الثورة التحررية لهذه المجاهدين منها استغلال أو رخصة شراء سيارة واللي ما يكونش عليها رسوم من الدولة بداية عرفنا على هذه الرخصة وشنه هي وشكون هما المستفادين والمستفيدين منها شكراً سيدي الفاضل أولاً أو بدي أندي بدأ أستهل كلمة تاعي ببسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السلامة المرسلين وأهنيكم على هذا الصرح الإعلامي الجميل الذي من خلاله تتواصلون مع المواطنين وتوصلون لهم الفكرة التي يحتاجونها في ممارسة حياتهم اليومية من عدة جوانب وأخص بذكر الجانب القانوني الذي شرفته بحضوري إليه رفقتكم اليوم فبالنسبة لرخصة المجاهدين رايح نحاول حتى نوصل الفكرة للمواطن نستعمل للغة العامة حتى تكون شريحة كبيرة من المواطنين ليفهمونها في الموضوع طبعاً رخصة اقتناء سيارة هي ألية من الأليات التي قدرتها الدولة الجزائرية حتى تكافئ المجاهد على ما بذله من جهد ومن شبابه وخلينا نقول جزء كبير من حياته للوصول للمرحلة التي رأنا فيها اليوم التي ننعم فيها هناك جزائرين بالاستقلال والراحة والأمان والحمد لله فالمجاهد بحسب سنه ربما لن يتمكن من قيادة سيارة ربما ما يحتاجهش ربما يستعملها أولاده ربما يستعملها أهله ربما يوجد نفسه في اضطرار أنه يتصرف بها بطريقة أو بأخرى يمنحها الغير عملية المنح لهذه الرخصة أو بالأحرى قبل ما نتكلم على عملية المنح ربما خلينا نقوله واش يستفيد هذا المجاهد يالله واشنه الانتيازات لفيها هذا الرخصة رخصة المجاهد في حالة استعمالها لإقتناء سيارة سواء من البائعين الموجودين في الجزائر لما يكونوا وكلاء معتمدين أو مصنعين يستفيد من خفض نسبة الضرائب أو حتى الجمرة التي تكون مفروضة على البائع الموزع في الجزائر كما راه الحال في الوكالاء الجدد المعتمدين قبل ما يبدأوا في عملية التصنيع في الجزائر وعلى الأخص الرسوم الجمهورية التي هي مبالغ لباس بها يستفيد بها المجاهد في الحالة السابقة قبل اعتماد الموزعين أو بائعي السيارات كان بإمكان المجاهد اقتناء سيارة من الخارج والاستفادة من خفض الرسوم التي فرضتها الدولة عليها وما يخلش الرسوم الجمهورية مربط الفرسوين المجاهد نظرا لسنه أو ربما لإعاقته الحركية من جراء الإصابة إبان الطورة التحريرية المباركة ولا حتى بسبب كبر السن نعم كذلك يضطر إلى إرسال أحد الأشخاص للخارج ربما لإقتناء هذه السيارة قد يكون من الأولاد قد يكون من الأهل أو غيره لكن حتى يتمكن من ذلك يستوجب عليه تحرير وثيقة تثبت أن هذا الشخص يتصرف بصالحه أو يفوضه يعني يوكله بالعامل هذا اللي يسموه بلغة القانون يوكله أو وكاله وهنا نجي للنقاش القانوني اللي هو لب الموضوع تعنا في الحصة هذه اليوم الوكالة التوثيقية الخاصة برخصة اقتناء السيارة الخاصة بالمجهدين فالوكالة طبعا نظمها القانون في القانون المدني من المادة 581 وما يليها وعرفها على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم مقام شخص آخر أو يقوم بعمل لصالحه أحده من سموه الموكل والثاني سموه الوكيل وطبعا القانون جعل من هذا العاقد أو الوكالة العاقد يجب أن يكون مكتوب بأنه يتضمن تصرفات وفيه وكالة عامة وفيه وكالة خاصة عادة تنطوي على التصرفات ربما تسير عقارات أما الوكالة الخاصة فهي مضبوطة جدا في مفهوم القانون اللي لازم تكون في الرهون تكون في البيوع تكون في الإقرار في أداء اليمين وحتى في التمثيل أمام القضاء أو التقاضي على وجه العموم جيد باش نبقى بارك في الموضوع ما نخرجوش على لبق الموضوع نعم فالوكالة الإشكال المطروح اليوم بصورة أوضح أنه هي عقد من العقود اللي ضمنها القانون وحددها واجعلها حق خالص للمواطن سواء كان الموكل أو وكيل ولكن أستاذ دخليني نقول نقطة فقط اليوم بداية وش منها حق خالص يعني كمصطلح حق خالص هي آلية يمارس بها المواطن حقوقه وانتزاماته اليومية الشرعية من حقوق مدنية من حقوق مدنية اليوم أنا حبيت نوكلك أنت كشخص أو غيرك باش تقوم مقام عمل معين والقانون منحني هذا الحق بصورة واضحة ما يقدرش يتصور المواطن أنه كي ينمانع قد يتعدى هذا القانون وهذا هو الوضع اللي رأنا فيه اليوم لأنه هذه رخصة المجاهدين باعتبارها وثيقة مهمة احدث وين وزارة المجاهدين كتبت على ظهر هذا الرخصة أنه يمنع التنازل عنها لشخص آخر أو توكيل شخص آخر شيء اللي أدى بالغرفة الوطنية الموثقين وربما كنا تمنينا لو كان معنا موثقا لحتى يقدمنا توضيحات أكثر لكن أنا جمليميت في حدود الفكرة القانونية اللي عندي فالغرفة الوطنية الموثقين منعت الموثقين على المستوى الوطني تحرير عقود تتضمن التصرف باسم ولفائدة ولحساب المجاهد فيما يتعلق بالرخصة الخاصة باختناء السيارة ولكن وجعلت المانع هذا يمس حتى الموثق في مستقبله المهني اللي ربما يعرض على مجلس تأذيبي وتنفصله ولكن الواقع أستاذ الواقع غير ذلك الواقع أن الممارسات اليومية اللي رانا نشوفها وعلى مستوى كل الولايات تقريبا رخصة المجاهدين تباع وتشترى بكل حرية ورياحية والناس تقتني سيارات تقتني سيارات بهذا باسم المجاهدين اليوم الطرح الموجود على هذا الواقع بالنسبة للمنظور القانوني كيف يعقل أنه مثلا تعليم أو خلينا نقول جملتين من وزارة أو تعليم من غرفة موثقين قد تلغي باب كامل من قانون مدني الذي أقر حقا من حقوم مواطن والنقطة الثانية ما مصير المشتري لأنه عادة أكيد رح نصل للمشتري أستاذ أشفى فقط على النقطة اللي وصلنا لها لأن نستقلوا مكلمة هاتفية باش ما نطولوش على الناس ونجاوبوا على لاسيلة ديالهم نقول والو صباح الأنوار علي والو ويساهم عليكم وعليكم السلام مش كون معنا أو من أي منطقة من فضلك فقط أرفعي صوتك وسمعينا من الهاتف حالي 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 حبيت نشق فيك على رخصة اقتناء في رخصة مجاهد رخصة المجاهدين ايه صديق ليا رجل تاعي موهاق لا لا الشيخ تاعي مجاهد الشيخ تاعك ايه صديق حماية والرجل تاعي هو ابن مجاهد وموهاق وحبيت نايف باش نقتناء السيارة أنا عندي برمي وعنديش لأولاد ما عندي حتى حاجة فهي كان للي منسؤولة في الدنيا ما باش نارس حبيت نشريها نجيبها هكذاك وطلع الشيخ تاعي قال لي حتى نشوف أسكن نقدر ما نقدر نجيبها بأسم الرجل تاعي نقدر نجيبها بأسم الشيخ تاعي صحة الشيخ هذا عايش ولا متوفي لا لا عايش عايش يعني ما زاله حي بقيد الحياة جميل أستاذ هل عندك سؤال فيما يخص هذا الموضوع بالنسبة للمتصلاق وماذا تغلق نعم هل هي راهي ذكرت أنها حبت شري السيارة باسمها باسم الشيخ باسم الشيخ نعم نجوبوها نجوبوها يلا حبيت تشريها سيدتي باسم مكنتي ولا باسم الشيخ ولا الزوج أنا حبيت تشريها باسم زوجتي خطرش الشيخ ممكن ولاده باسم مكنتي باسم الرجل المتاعي خطرش هو ولد مجاهد ومعاق جميل أنا عادي الحق نقدر نجيبها باسم الرجل المتاعي ولا مكاش نقدر نجيبها باسم الشيخ طيب فقط كسؤال إضافي الشيخ ما زالوا بكامل قوة العقلية يعني لبس عليه الحمد لله جميل هاي يجاوبك الأستاذ أستاذي نعم سيد سؤال واضح السيدة كانت تتكلم على على شيء الذي لا يمكن أن يتحقق مستحيل مستحيل قانونيا يعني ما تقدرش لأنه رخصة المجاهد شخصية وخاصة به تبقى للمجاهد نعم وهذا هو الموضوع اللي ممكن هو يوكلها هذا هو الموضوع اللي رأنا اليوم مجموعين عليه فرخصة المجاهد شخصية والامتياز يستفيد به شخصيا هو لنفسه يعني ما يقدرش تنزلها على الوكالة باش تستفاد منها هي بأي طريقة كان مؤلوا وليده كذلك حتى بالتوقيل هي يشددت على أنه زوجها يعني وليده قادلك باللي مريض معاقي يعني هل حتى لو دار الضوصي ولا ما يقدرش ما حش تستفاد شوف ربما لو كان نفتحوا المجاهد راح نتوسعه بزاف نقاش القانون في هذا الباب ولكن من القانون لأنه نفهمك يا سيدي الفاضل أنا كنت تكلمت لك على النهي اللي دارت الغرفة الوطنية المواتقين لربما ما نشمن دوي الاختصاص باعتبار محامي ممكن يجلبكم مواتق أكثر لكن الغرفة اعتبرت مثل هذه التصرفات بمثابة بيع صوري وليس عقد وكالة لأنه الواقع ينطوي على أنه عملية نقل لملكية سيارة بيع ربما المواتقين يكونوا في أريحية أنهم يحروا وكالة تكون أسهل بالنسبة لهم لما تكون بين الإب والأب لكن لو كانوا كأنين أخوة آخرين ذكر آخرين لربما يحتجوا مشتقبلا بمثابة الأب لذلك يبقى التصرف هذا دائما موضوع يجب أخذه بجدية حتى يضبط بطريقة أحسن ليضمن حقوق مثل هذه السيدة التي سألتنا اليوم يعني نقدر نقول لها تقدر تشري باسم الشيخها وتبقى باسم الشيخها مرحش كلها تنازل عن الوكالة وتبقى باسم الشيخ والورثة من غدواء يساله نعم هذا هي يلا واضح وستد نروح إلى نقطة أخرى من هذا الموضوع دائما اليوم خليني نقول السماصرة أو لبعض السماصرة يستغلوا الوضع الراهن تعدم استقرار سوق السيارات ويستغلوا رخصة المجاهدين في أنهم نستقبلوا مكالماتي فيهم بعد جاوبني على هذا سؤال باش نواصل يلا اتصالات اليوم شيخنا قوية على هذا الموضوع ونقوله ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام وطيب الكلام شكول معنا سبعة الخير أستاذ لك معاك تفضلي شكول معنا من أي منطقة أم فاطمة يلا تحية لك أم فاطمة تفضلي سبعة الخير أستاذ ونحييك على هذا الموضوع والله في القمة شكرا شكرا أرمالة شهيد أرمالة شهيد أرمالة شهيد يلطق تجيب السيارة باسمها والأخ تاعي يسوقها هذا هو الموضوع التاعي طيب السيارة ما زالها باسم الوالد ما زالها بتجيب تجيب السيارة باسم الوالد التاعي أرمالة شهيد وتعطيها الأخ تاعي يسوقها يستغلها يعني يستغلها باسمها دائما هذا هو السؤال هذا هو السؤال من حقها أول مرة يلا هذا هو السؤال وبرك الله فيك وربي بارككم ومشاء الله شكرا لك على المشاركة أستاذ نعم مدامت سيدة أرمالة الشهيد على قيد الحياة وقد اجتفادت مثل هذه الرخصة واختنت سيارة باسمها ولصالحها ولفئدتها لا يوجد ما يمنع أنها تسلمها لابنها من أجل قيادتها ولا توكلوا لاستعمالها نظر لسنها أو أي شيء آخر لكن يبقى دائما نؤكد أن السيارة تبقى باسم المستفيد من الرخصة المملوحة من طرف الدولة إلى غاية انتهاء فترة المانع القانوني والمانع القانوني تكون ثلاث سنوات 36 شهر تقدر تنازل لها من بعد نعم بمجرد انتهاء المانع القانوني يمكن للمجاهد أو أرمالة الشهيد أو ابن الشهيد المستفيد من هذه الرخصة التنازل عليها ببيعها لأي كان لأنه ينتهي المانع الذي قيادته به الدولة جامل قبل ما نروحوا إلى السماصرة لاستغلوا الوضع الراهن لسوق السيارات تحبيت نحكي على العقد اللي يكون أو العقد المحرر بين المجاهد والموكل اللي يكون دائما على مستوى عند النوطير خلينا نقول لا الموثق هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تنازل؟ عبارة عن وكالة؟ وعبارة عن وعد بالبيع؟ أو ماذا تحديدا؟ نعم أجيبك شوف يا سيدي الفاضل أولا كنت أطرت وقلت أنه السماصرة استغلوا الوضع وما إلى غير ذلك إحنا أنا باعتباري محامي قد يلجأ لي أو لمكتبي للدفاع على حقوق الناس سواء هذا المجاهد سواء اللي يوكل سواء حتى البائع اللي نستعمله في العبارة العامية كسمصار خلينا نكونوا موضوعيين ونكونوا منتجين في المجتمع هذا ونقولوا أنه هذا السمصار تاجر أو ربما يهموا أنه يجني ربح بطريقة أو بأخرى والمجاهد يأما يتصرف لشخصه ربما يستفيد هو من مبلغ مالي معين مقابل هذا الوكالة اللي هي شخصية ولا يجوز تنزل عليها تطبيقا لتعليمة وزارة المجاهدين لكن لو حدث أنه يتصرف فيها عند مواتق بمجب وكالة رانا نقول الغرفة الوطنية المواتقية راح تعتبر هذا التصرف بمثابة بيع سوري بينما احنا كقانونيين نشوفه مجرد توكيل طالما أنه الدولة ما تسمحش بنقل ميكية السيارة إلى الموكل الوكيل حتى ينتهي المانع القانوني فخلينا نسموها وكالة كوخ لأنه الغرفة الوطنية الموثقين منعت هذا تفاديا للمشادات بين المواطنين المستفيدين من وكالات مع الموثق في مكتبه لأنه باعتباره موظف عمومي لازم يكون محترم في مكتبه لا يجوز تعد عليه والذي في بعض الأحيان سمح لي فقط لما يكون هذا العقد يكون في الواقع نعم موجود ولكن مراهة لما يروح الشخص المستفيد المجاهد ولا الشخص الموكل بالسيارة يروحوا للبلدية يلقوا مشكلة آخر موجود يقولوا أنا جبت لك عقد ومن بعد البلدية ما يوثقولوش ما يسجلولوش نعم هذا مشكل كبير وينبغي الالتفاة له بجدية لأنه المسألة احنا عنا قانون مدني كامل شرعة الجهة المعنية ومنحت سواء الموثق ولا الموجهد ولا المواطن حق إبرام مثل هذه العقد بينما نظرا للخطورة من تعمل هذه التصرفات على الواقع وجدت تعليمات لأعتبرت الوكالة بمثابة بيع سوري مما وجب منعها إلى درجة وين البلديات المكلفة بتسجيل البطاقات الرمادية أو شطب البطاقات الرمادية أو نقل عملية التملك بالبيع حتى بعد انتهاء فترة المانع القانوني تخبر صاحب الوكالة تقول له أنا من قبل لك ش نتصرف في هذا السيارة لأنه كانت موضوع رخصة خاصة اللي هي رخصة مجاهدين وأنا ما عنديش ضمان أو بالعكس خلينا ما نقولك شو ما عنديش ضمان لأنه أنا كنت راح ربما نشرح في بلاسة موظف من موظف البلدية موظف البلدية لا يشرح للمواطن ما يشرح للمواطن والمواطن أنا في تقديري هو مستهلك لخدمة عمومية وهو صاحب الدور الفعال في المجتمع اللي لازم نجاوبوه لأنه المواطن على اختلاف مستوى الثقافي على اختلاف شكله على اختلاف جنسه لازم لما يروح للإدارة العمومية يلاقي موظف كفء يتمتع بوعي قانوني أو وعي إداري خلينا نسموه لأنه ما يمثلش نفسه المواطن هذا اللي موجود في البلدية ما شيء من حقه يزعى في الصباح ما شيء من حقه يكون عنده نرفزة في إجابة المواطن لأنه ربما ولكن لازم تكون عنده المعلومة بشي يشرح ولا يجاوب وصل المعلومة للناس وخليها تفهم حقوقها واجبتها خليه يفهم أنه ربما هذا المجاهد مرهش عيش ربما مره متوفي والقانون يقول من بين مسقطات الوكالة أو انتهاءها وفاة حتى طرفها قبل ما نصل إلى وفاة المجاهد أستاذ نروح للناس والأشخاص كبار السن المجاهدين الفاقدين للأهلية ومرأة خليني نقول بالعامية فبالتالي أولادهم أو بعض من الأطفال ما هي أبرز التجاوزات في هذا اللي سجلتها خلينا نقول في هذه النقطات حديدا نعم من خلال ممارستنا المهنية ممكن شفنا عدة صور وحتى نكون موضوعيين جدا ومرتبطين بالموضوع التعليم ربما من توسعوش فيها لأنه قد يؤدي الوضع إلى مسألة جزائية أو إلى مسألة جنائية حتى فيها تصوير وممكن قضايا التي تعرض على الضبطية ممكن قضايا التي تعرض على وكل جمهورية كما ممكن قضايا أخرى تصل لغاية التحقيق لأنه لما يكون المجاهد هذا ناقص الأهلية أو عديمها نظرا لعاها معينة أو نقص ذهني معين أو مرض معين حكم السن وغيرها من الأسباب شوفوا ربما في العقود الأخرى حتى في البيوع العقارية مثلا الموثق يشترط سهدت السلامة العقلية للمتصرف فما بالك المجاهد اللي الجميع يعرف أنه بمقارنة سنة الاستقلال أو سنة الثورة كل المجاهدين متقدمين في السين صح فيغلب عليهم طابع نقص الأهلية أو القدرة الذهنية من صحتها الشيء اللي خلينا ربما مشي برك ناخذ الحيطة والحذر لكن الفكرة اللي حبيت ربما أنت تطرحها لي هي تصرف الأولاد بما لا يعلمه الأباء وما لا يعلمه المواطن هذا هو اللي يقارحوا في يوم الأيام ضحية تصرف وللطائش لا يعلم حجم المسؤولية هذه هي النقطة اللي ربما كنا حابين ننتهي فيها إن شاء الله في نهاية الحصة هذه أو في الوقت اللي تختارونه لأنه سؤال المطروح اليوم ما هي الحماية المقدرة للمواطن من خلال هذا التصرف وشنه هي الحماية نعم لأنه الناس اليوم ربما يجي يشري سيارة مبلغها كبير يفوت يفوت عشر مليون دينار ربما يفوت خمسة عشر مليون دينار صح كيفاش يقدر يحمي أنا في تقديري طالما أنه الجهات المعنية بدون تسمية الجهات المعنية لم تجد آلية مضبوطة للتحكم في عملية التصرف بالرخص الممنوحة للمجاهدين وترك فراغ قانوني دون ملئه ودون الإسراع في تشريع قانون معين أو على الأقل مراسيم تضبط العملية مؤقتا إلى غاية الوصول إلى باب الأمان لا يجب أن يسأل المواطن على حياته اليومية في كيفية ممارستها وإنما يجب حمايته مؤقتا لذلك أظن أنه على الوكلة أو على البائعين اللي شهروا اليوم بيسموهم شوروم لأنه كالناس كانت يبيعوا ويشروا في السوق ديروا فوندور كما نقول إحنا الجوم فتحوا ووسع له ربي رزقوا ودير شوروم صار مثله تقريبا مثل الموزع السيارات لشركة محترمة لكن المشكلة أنه الشوروم بقى يمشي بعقلية السوق بزناسي روح تمد له مبلغ كبير مبلغ ضخم بألك مليار بألك مليار ونص بألك دو مليار صديبون سيارة اللي احتشريها وربما أكثر في بعض أنواع السيارات وتمد هذا الدراهن مشكرة يحسبهم ويمد لك الوكال ذيك روح جيبها غدوة من ذاك صديبون وش حالة تخلص واخد سيارتك وروح فيبقى هذا اللي شريت عليه انت لا وجود له في الواقع القانوني لا وجود له لما تروح الطالب بحقوقك لا كان جولي كورثة المجاهد هذا اللي ولي حقهم الخالص بمجرد وفاة المجاهد تنتقل إليهم مكية السيارة باعتبارها أكيد مقانوني نعم وباسم أبيهم يجيوا لك مالغري وما راهم عارفين باللي ماشي مكهم صح راهم عارفين باللي أموالك انت لكن انت اللي غدوة ان شاء الله كيفاش تثبت للقاضي أن السيارة هذه شريتها انت بقى مليار ولا بقى مليار لذلك أتمنى بكل صدق أنه الناس هذه تعلم تتعامل ضمن وطر معينة تحمي حق الجميع فما نظنش أنه حاجة مستحيلة يقوم هذا صاحب الشورون بتحرير شهادة بيع للإنسان هذا ولا على الأقل يشهاد من طرفه أني أنا بعت لك السيارة هذه بالمبلغ هذا المملوكة المجاهدة يلا حالة أخرى ربما وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنه شخص اشترى سيارة برخصة مجاهدة وجابها من الخارج يعني استوردها من الخارج بعد موصل طبعا خليني نقول توفى هذا الشخص صاحب الرخصة المجاهد بمجرد موصل للجزائر أنه توفى ومن بعد لقوا الوارثة لقوا مشكل فيها واشنهما أبرز المشاكل لقدر يتلقاها الوارثة في حالة وفاة المجاهد بعد قناء السيارة بسمه نقولك ربما هذا السؤال ربما بلك شوية غامض لما تقول لي قوا مشاكل فيها هل مشاكل في وثائق السيارة هل مشاكل في السيارة في حد ذاتها لماذا نجاوبه عمومية يلا العمومية طالما ما عندناش ما عندناش توضيح أكثر المجاهد توفى الشيء المعلوم أنه المانع القانوني اللي يربط السيارة بمدة 36 شهر يسقط لأنه الانتفاع شخصي وبالتالي بمجرد الوفاة ينتهي المانع القانوني المتعلق بـ 36 شهر ويمكن تصرف فيها كإضافة صمح لي أستاذ فقط على نفس السؤال يعني هو وصل للجزائر جاب ستورد السيارة باعها لشخص آخر توفى هذا المجاهد اللي باعها بالوكالة طبعا ولكن لما توفى السيد اسمع بللي توفى هذا المجاهد اللي باعه بالوكالة دي حوس على أولاده ما لقاش أولاده يعني على أرض الواقع ربما في الخارج ولا ورهم ما عرفش كيفاش يوصلهم في هذه الحالة كيفاش يتصرف للإشتراع السيارة من المجاهد شوف ما نقول لك كيفاش يتصرف بطريقة مباشرة لأنه لازم يوصل للبحث لأنه لا يمكن تصور أنه هذا ما عندوش ورثة على وجه الإطلاق أو ربما أسهل الحلول بالنسبة له واللي للضامن في التصرف اللي هو الشخص اللي باع له السيارة وحرر له الوكالة من درجة ثانية لأنه هذا هو الموضوع اللي خلل هو الموثق في هذا الحالة مش الموثق الشخص اللي جابها من خارج المجاهد اللي جابها والمجاهد توفى المجاهد جابها بنفسه أو وكل شخص آخر لا لا جابها بنفسه وراح للخارج جابها نعم يلا أستاذ باش نجاوب باش نكون واضحين مع المراسل إلا كان جابها مع وكالة كيفاش يتصرف أو إلا جابها هو بنفسه كيفاش يتصرف إلا كان جابها عن طريق وكيل شخص المستفيد يرجع للوكيل لأنه الوكيل ملزم بنتائج تصرفاته حتى الشخص اللي يوكله يعني المجاهد ويشوف الوين يوصل معاه لأنه إلا كان المجاهد هذا توفى ربما نروح أبعد من ذلك إذا كان موجود الورثة ويتم البحث عنهم بطريقة أو بأخرى رايح يصيبهم وراح يلقاهم لكن إذا كان ما عندهش ورثة وهذا شيء تقريبا مستحيل لأنه إلا كان ما عندهش أولاده لأنه فكرة الناس ربما تتبادر الأذهاب هم الورثة هما أولاده فقط الأولاد لكن إلا ما عندهش الأولاد ربما عنده خوته ربما عنده أولاد عمه وهنا كل مجزي تتعقد الأمور كل مجزي تتعقد الأمور لأنه ربما طيح مع أحد الورثة اللي بالنسبة له المفهوم ذيق يقول لك أنا وارث وهذا وارث أقر وربي العالمين وحقه من حقه وش نفهم في حاجته طيب أستاذ في انتظار استقبل مكالمة هاتفية ناس ربما باعوا السيارة مرة وزوج وثلاثة جابوها عن طريق مجاهد وباعوها مرة وزا تدبعها سيد اللي شرها وزا تدبعها وزا تدبعها ومشات الوكالة من شخص إلى آخر في هذه الحالة وش نقول لك كيفاش يقدر يحمي الشخص نفسه اللي شرها يعني الشخص الآخر باش يستغلها بطريقة قانونية ولا هل القانون يعني يعقبه مباشرة ما كانش حل وكن نقول لك هي بصراحة هنا كان اختلاف المفاهيم ولا اختلاف المصطلحات المستعملة بين الإنسان القانوني والإنسان الأكاديمي والمواطن البسيط اللي رانا نخاطبه اليوم واللي لازم يفهم موضوع أكيد لأنه أنا لما تقول لي باحة من شخص إلى شخص إلى شخص نصدقك ونمشي معك في هذا الطرح لأني نتكلم بعقلية المواطن المستهلك لهذا البرودوي أو لهذا المنتج اللي هو السيارة لكن لما نتكلم كإنسان تعقانون أنا ما نقول شباع نقول موجود وكيل 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 وهنا نروح الأثار الوكالة اللي كل شخص مسؤول على التصرف اللي داره إلى غاية الموكل الأخير اللي وصلت ليه الوكالة نعم ويترتب عليها أثارها بحسب درجة يلا نستقبل آخر الموكالة فضل ونختم هذا الموضوع أستاذه نقوله أهلو صباح الأنوار أهلو السلام عليكم وعليكم السلام وطيب الكلام أنا نجتمع في الأستاذ يهدر أحب أن تنسقسي أنا عندي الوالدة متوفية الله يرحمها عندها منحة تعمل جهلة أنا نستغل هذه المنحة أهلو يعني أحب أن تنسقسي الأستاذ أذكر عندي الحق باش نسمعكم له أحب أن تنسقسي الأستاذ أذكر عندي الحق باش نستعمل هذه المنحة نجب بها رخصة أو لا كمارا هم جيبوا تاكسي من الموضع تاكسي ويقول لك يتموت تعالواليدة ديالك كل شيء موت معه تعالواليدة ديالك اي اي تعالواليدة ديالي والوالدة على قيد الحياة لا 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 متوفية متوفية أنا رأي يالله بخيف الاستماع رح تسمعي إلى ربما الجهات المعنية في مديرية المجاهدين على مستوى مقر الولاية حيث ما تسكنهم اللي يقدروي يجاوبوها بصفة دقيقة لكن أنا في تقديري صاحب الامتياز توفي الله يرحمها أمها وبالتالي ما رح تقدر لا توكلها ولا تتصرف في هذا في هذا الرخصة اللي تعطيها امتياز معين إلا إذا كان المديرية اللي أصدرتها تحولها لها بطريقة أو بأخرى هذا الشيء ما نقدروش نجاوب به اليوم شكرا لك على قبل دعوة البردم شكرا على طرحات الموضوع للمواطنين شكرا لكم وانتمنىكم النجاح المستقبل شكرا لكم استاذ للمواطنين